هل تم الطلب من كنا بأن تقومون بعمليات انتحارية؟ طبعاً هو عرض هذا الأمر أنه ممكن تلبسوا الحزام ناسف لكن نحن رفضنا هذا الأمر تماماً نحن عندنا أطفال يعني أنا ما أستطيع بالنسبة لي أن أقدم على هذا الأمر عندي أطفال أنا أفكر بمستقبل أطفال يعني الانتحار الله حرم هذا الأمر لكنه طام بعملية الانتحار عندما حصرت القوات الأمريكية وقتل ابنه وزوجة دي بالنسبة لي مقتل ابنه يعني أنا ما أعرف كيف يكون هذا إنسان هو طفل يعني لا ذنب له كيف يقدم على عملية قتل طفل هو لا ذنب له يعني هذا كان الأمر مؤلم جداً بالنسبة لي يعني وحتى موضوع يعني ابنتك اللي عمرها اطنع السنة وقام بتزويجها هذا حقيقة هذا التنظيم يعني هذا حقيقة الناس اللي كانت مخدوعة في هذا التنظيم لازم تعرف حقيقة هذا التنظيم وكيف كانوا يفكرون ما كان يهمهم غير أمنهم وشخصهم فقط وشهواتهم فقط فقطهم حتى أقرب الناس لهم إذا كانت يعني تتقاطع مع مصالحهم مع أمنهم فلا كرامة لهؤلاء الناس